بسم الله الرحمن الرحيم هنواصل ان شاء الله مع ملزمة مايكرو التحاليل في صفحة اتنين واربعين بعنوان جرام نيجاتيف كوكاي هنشوف مع بعض البكتيريا اللي هي بتكون لونها احمر وشكلها كاراوي وفي اكتر من عيلة بتكون تحت الميكروسكوب شكلها جرام نيجاتيف كوكاي منها عيلة مشهورة جدا اسم عيلة النيسيريا وهي تحب انها تعيش في وجود الاكسوجين تعتبر في الاوروفارنكس والاوروفارنكس اللي هي منطقة البلعوم الاوروفارنكس منطقة البلعوم والنازوفارنكس منطقة البلعوم الانفي والجيني تو يورينا ريتراكت في المجاري البولية التناسلية منها انواع كتيرة اهمها انواعين ممرضات واحد اسمها النيسيريا جنورية والتاني اسمها النيسيريا مننجيتديز و هنعلق بس على النوعيات الممرضة منها و هنروح نشوف اول واحدة منهم النيسيريا مننجيتديز النيسيريا مننجيتديز هادي تنتقل عن طريق الديريكت كونتاكت مع اه المريض و مع اه اللي هو الرذاذ اللي بيطلع من المريض مع افرازات المريض افرازات الجهاز التنفس العلوي تدخل بتعمل مشكلة من خلال تلات مراحل المرحلة الاولى تتضاعف هذه البكتيريا اللي هي النيسيريا واللي هدا شكلها اه تحت الميكروسكوب جرام نيجاتف ديبلو كوكاي تشبه حبات القهوة تتضاعف بدون احداث الم في منطقة اللي هو الممر الانفي في منطقة الحلق و بدون احداث الم زي ما قلنا بعدين بتنزل على الدم في الدم ممكن انها تفرز زموم وتسبب حرارة وبعض الاحيان راش راش هذا بسموه منينجو كوكسيميا انظهر الراش انظهر الراش على المريض زي هاد الصور يسموه الحالة هاده منينجو كوكسيميا هذا الراش ناتج عن سموم النيسيريا منينجيتديز ان وجدت في الدم طبعا هو عبارة عن التمزيق للأوعية الدموية لتحت الجلد وممكن يعمل يعني جلطات صغيرة تسد المجرى الدم اللي رايح على الاطراف بيصير في غرغرينة في الاطراف وتأدي لبتر الاطراف وممكن تكون قادلة خلال ساعة او ساعتين من وصول المريض للمستشفى ان ظهرت عليه الراش هادي خلال ساعة زمن ازا ما لحكوهش ممكن يموت وهادي اللي بسموها السحاية الجلدية فيها تفاصيل كتيرة مش هنعلق عليها كتير لكن الان هي زي ما قلنا عملت تضاعف في منطقة الانف والحلق ونزلت على الدم من الدم ممكن تروح على المينجز والمينجز اللي هي مين اللي هي الاغشية السحائية المغلفة للمخ والحبل الشوكي وتأدي بالنهاية الى احداث الحمى الشوكية او ميننجايتس ان وجدت في السائل النخاع الشوكي بيسموه الحالة هادي مينجو كوكا المينجايتس وان وجدت في الدم وادة راش بيسموها مينجو كوكسيميا طبعا في المينجو كوكسيميا لو اخدت انا مزرعة الدم حاشوف الناسيريا في المينجو كوكا المينجايتس لو اخدت عينة سي اس اف حاشوف الناسيريا وجودها في الأغشية المغلفة للمخل حبل الشوكي هيؤدي إلى ظهور صديد فبالتالي لو اتخذت عينة CSF بين الفقرة الثالثة والرابعة من أسفل الظهر لو اتخذت عينة سائل المخاش شوكي هادة هنلاقيها العينة عكرة وحنشوفها تحت الميكروسكوب مليانة صديد ولو زرعنا العينة هادة رح تظهر معانا الناسيري على الطبق طبعا هي معانها جرام نيجاتيف لكنها لا تنمو على المكونكي بتنمو على البلد وتكون شفافة ونعمة وزي قطرات الماء وبنعمل لها فحصات تأكدية من ضمنها الجرامستين أهم أعراض المنينجايتس أنه يكون المريض عنده قيء وعنده صداع وعنده تصلب في الرقبة ويعني عمى وطرش مؤقت وزي ما قلنا بتم تشخيصها عن طريق الكشف بطبيق القرابة وفي ccsf النيسيريا الثانية اسمها نيسيريا جونورية وهذا بتسبب مرض على اسمها اسم المرض جونورية أو بسموه بالعربي مرض السيلان وهذا بتصيب الجهاز البولي التناسلي عند الذكر وعند الأنثى بتنتقل سكشولي بتنتقل بالاتصال الجنسي بالجهاز البولي التناسلي عند الذكر وفي عنق الرحم وجهاز البول التناسل عند الانثى طبعا بما انها موجودة عند الانثى كمان يقبل الانثى لما تيجي تكون حامل وتيجي دولت ممكن يصيب البيبي في عينيه فهذه يعني من مشاكل النيسيريا جونورية النوع التالت النوع التاني من الجرام نيجاتيف كوكاي النوع الاول كان النيسيريا النوع التاني الهيموفلس والهيموفلس هادي بكتيريا يعني متعددة الاشكال تحت الميكروسكوب بشوفها عصوية على كروية على كوكو باسلاي على دبلو كوكاي مشكلة في نفس الفيلد الواحد بشوفها ميكس من الاشكال بسموها في الحالة هادي بيليومورفك الاسبيشيز تبعتها النوع اللي المشهور والممرض اسمه هيموفلس انفلونزا الهيموفلس هادي تعتبر جزء من النورمال فلورا برضو في الجهاز التنفسي العلوي النوع الممرض ايش سمناه هيموفلس انفلونزا ممكن تسبب امراض كتيرة الهيموفلس انفلونزا منها المنينجايتس لكن حاليا الاطفال صاروا بياخدوا تطعيم ضدها اسمه هيموفلس انفلونزا اجروب بي اتش اي بي هذه المفلس انفلونزا غروب بي وهنا كلمته مفلس انفلونزا لا تسبب انفلونزا هي اسمه هيك مفلس انفلونزا هذاك اللي بيسبب انفلونزا اللي هو الفيروس تعليم في الونزة لكن هادي ما بتعمل في الونزة هادي بتعمل التهاب سحاية بتعمل التهاب حاد في لسان المزمار بتعمل يعني التهاب مفاصل بينتج عنه صديد بتعمل التهاب في ملتحمة العين وبتعمل التهاب في الاذن الوسطى وممكن تعمل نومونيا هادي الكلام اللي بدنا نعلق فيه بس على الهموفلسة اما تفاصيلها وكيف نشخصها في المختبر هنسيبها لمادة الدياغنوستيك مايكروبيولوجي العيلة التالتة من الجرام نيجاتيف كوكاي اسمها بروسيلا وبدنا نربط دائما بروسيلا بكلمة مالطا فيفر حمى الحمى المالطية هادي تنتقل من الحيوانات فبالتالي بسموها وايش سموها زونوزز وين كلمة زونوزز هدا هي لانها تنتقل من الحيوان للانسان بسموها زونوزز لا تنتقل من انسان لانسان وتسمى زي ما اتفقنا من حيوان للانسان تسمى زونوزز البروسيلا ميلتينيسز طبعا في اربع عنواع منها ميلتينيسز وابورتاس احنا هنحفظ واحدة بس اللي هي البروسيلا ميلتينيسز مرتبطة بمرض مشهور يصيب الانسان اسمه الحمى المالطية البروسيلا بشكل عام بتعيش في داخل الخلايا عشان كده لا يمكن تنميتها في المختبر وانما بيكشفوا عن الاجسام المضادة في الدم سيرولوجي يعني الجينوس بروسيلا is composed of gram negative كوكو بس اللاي لو انا صبغتها لو انا فرضنا انه قدرت نميها وصبغتها هشوفها كوكو بس اللاي يعني لا هي كوكاي ولا هي بس اللاي اقصر من الكوكاي واكبر من البس اللاي فبسموها كوكو بس اللاي هي يعني زي الشكل البيضاء وكده عاملة اهم اعراضها لو جاك سؤال عدد اعراض البروسيلا الوعكة والقشعريرة والضعف والحرارة المتقبتها هنروح بعد كده على الجرام نيجاتيف بس اللاي اللي هي البس اللاي اللي شكلها جرام نيجاتيف ولونها احمر اه معظمها معويات بتكون موجودة في الامعاء منهم منها نوع مشهور اسمه الشريشا كولاي وبناختصرها بكلمة اي كولاي وهي جزء من الفلورة الطبيعية الموجودة في الامعاء في الانسان وفي الحيوان كذلك موجودة في المية وفي التربة وفي الخضروات او على الخضروات اه ممكن تكون المسبب الرئيسي لالتهابات المجرى البولية اليو تي اي لانها تنتقل من الامعاء الى المجرى البول بحركة ميكانيكية اللي بياخدها اه من اه الفتحة البراز بتروح على فتحة البول وبتنطلب هناك لغاية ما تصل المثانة وتصل الكلة وتعمل لو راحت على جريح بتعمل لو راحت على الزايدة الدودية بتعمل لو راحت على البريطونيوم ممكن تعمل تهاب للبريطونيوم اللي هو الغشاء المغلف للامعاء البريطونيوم طبا لو دخلت الدم تعمل بكتريمية لو راحت على المنينجيز ممكن تعمل منينجايتس طب في منها انواع نا عايشة يعني تنوجد في الامعاء لكنها ممرضة آفي ممكن تعمل اسهال عنها هي بتعيش في الامعاء الطبيعي لكن في منها انواع في منها سلالات تستطيع انها تحدث مرض في الامعاء بتعمل اسهال خصوصا عند الموليد الجدد وعند المسافرين ففي منها اربع انواع هنذكرها ان شاء الله بس نتكلم على الدياغنوستيك مايكروبيولوجي انتيرو انفيزف اشريشا كولاي وانتيرو باثوجينيك اشريشا كولاي اربع انواع مش هنعلق عليها كتير كلها تتبع عائلة الاشريشا كولاي لكنها ممرضات النوع التاني من المعويات اللي هي البكتيريا اللي بتعيش في الامعاء اللي هي اسمها كليبسلة وهذه مشهورة بانها يعني الامعاء والاسم المشهور تبعها كليبسلة نومونيا لا يعني انها بتسبب نومونيا فقط هي ممكن تسبب نومونيا وتسبب اشياء تانية لكن هيك اسمها الجيناس والسبيشيز كليبسلة نومونيا شكلها على الطبق حجمها كبير حجم المستعمرات كبير مستديرة مرتفعة مخاطية طبعا الكلام هنا مكتوب على النيوترينت اجار لكن الصورة هذي صورة الكليبسلة على المكونكي اجار وعملة تخمر لللكتوز الكليبسلة نومونيا الامراضية تبعتها الباثوجينستي الكليبسلة نومونيا مشهورة جدا في المستشفيات وممكن تعمل التهاب رئوي يتصف بوجود دم مع البلغم اللي بيطلع من المريض كذلك هي ممكن تعمل التهابات مجاري بولية في الحقيقة الكليبسلة نومونيا هذي تعتبر نمرة اثنين بعد الاشريشيا كولاي في احداث اليوريني ريتراكت انفكشن يعني لو انا جبت مية عينة لشخص لاشخاص معاهم التهابات مجاري بولية وعملت لها مزارع حلاقية 80 في المية منهم او 70 في المية 70 في المية منهم معاهم اشريشيا كولاي المسبب لليوتي اي طيب والتلاتين الضيلين اكتر من 20 في المية المسبب بكليبسلة والباقي اذر اذر زي اللي حنعلق عليهم بعد شوية طيب وين بتعيش الكليبسلة هذي نورمل هابتات هابتات يعني مكان المعيشة مكان المعيشة الطبيعي تبعها انواع الكليبسلة موجودة غالبا في الامعاء بتاعت الانسان والحيوان كذلك موجودة على النباتات موجودة في المية موجودة في التربة موجودة ككومنسلز كومنسلز يعني ايش متعايشة في الفم في الجهاز التنفس العلوي يعني لو واحد قلنا له لوزك بيجعوك واخدنا منه مسحة وطلعت فيها كليبسلة ممكن من يتمدهاش يقولك هذي نورمل الفلورة في الفم اصلا موجودة في الاماكن الرطبة في المستشفيات طيب البروتياس البروتياس عبارة عن جرام نيجاتيب بس اللاي برضو موجودة في الامعاء زي ما قلنا موجودة في امعاء الانسان والحيوان موجودة في التربة موجودة في المجاري ما زالها في الامعايق بالطبيعة حتكون في المجاري ولو تلوثت المية فيها حتلاقيها في المية كمان النوع المشهور منها اسمه بروتياس ميرابلز والبروتياس ميرابلز هذا لو راح على المجاري البولية ممكن يعمل التهابات لو راح على في البطن على جرح ممكن يعمل لو دخل الدم ممكن يعمل لو راح على مينجز ممكن يعمل لو راح على الرئتين ممكن يعمل التهاب رئوي وألم في الصدر يعني وين ما بروح بخرب مكانه الطبيعي الأمعاء وين ما بروح بعد كده بخرب وهذا الكلام عام على معظم المايكروبات اللي هنعلق عليها طيب كمان هنشوف السيدو مونس السيدو البي هنا ساكنة هذه مايكروبا مشهورة جدا وجودة النورمال هابيتات تبعتها البيئة الطبيعية تبعتها زي ما شفنا الباقين اللي قبلها كانوا في المية وبتحب الأماكن الرطبة كتير في التربة في المجاري في الأمعاء يعني لو أنا جبت عينة يعني لو قلنا لطفل خد ركبوا له الكيس هذا عشان يجيب لنا عينة بول راحت المزرعة زرعنا العينة وطلعنا في المزرعة النتيجة لقناها طالع فيها إيكولاي وطالع فيها كليبسيلا وطالع فيها سيدو مونس وطالع فيها بروتيس في نفس الوقت الأربعة طالعين مع بعض أو اتنين أو تلاتة منهم موجودين في نفس الوقت في نفس المزرعة هذا يدل على أن العينة ملوثة بستول من هذا البيبي البيبي هذا أو الطفل هذا الكيس اللي مركب له عشان يجمع فيه بول دخل معه براز وصارت العينة ملوثة بالبراز طيب في الغالب حتكون موجودة في بيئات المستشفيات وخصوصا الأماكن الرطبة خصوصا الأماكن الرطبة زي المغاسل زي التصات زي الدرينز البوليع زي الجراد للتنظيف كذلك موجودة في قطرات العين موجودة في البراهم موجودة في الويك انتسبتك اللي هو المطهرات الضعيفة يعني كلور مخفف مكسور بزيادة نتفى كحول مكسور بزيادة نتفى سيتروسبت مخفف أكتر من اللازم ممكن تعيش فيه وتتكاثر بدون أي مشكلة الصابون السائل ممكن ناخد مسحة منه نلاقي فيه سيدومونس يقبل أن أخدت مسحة من الصابون أو من الكلور المخفف أو من السيتروسبت المخفف احتمال وارد إن نلاقي سيدومونس آه والله احتمال وارد وهذه سائل شفناها كتير في المستشفيات طيب الباثوجينيستي الإمراضية تبعتها طبعا هو مشهور جدا في قسم الحروق روح على قسم الحروق هتلاقيه هناك يعني متوطنة بشكل كبير ليش؟ لأنه الحرق بينتج عنه مكان رطب اللي هي المدة اللي بتطلع مع الحرق بتعمل رطوبة ومكان رطب للجرح فهي بتصيب الجلد وخصوصا المناطق تاعة الحروق والجروح والقرح لأنها هذي بتكون رطبة فيها بلازمة بتطلع من الجسم وبتظلها المكان رطب كذلك لو راحت على المجال البولية بتعمل UTI بس دايما اتفقنا مين المسبب الأول الإيكولاي من نبرة اثنين لك لبسلة هذي من الأذرز يعني حالات نادرة هتكون هي اللي عاملة UTI لو راحت على الجهاز التنفسي كبدها تروح في العنايات بكونوا مركبين له جهاز التنفس الصناعي فممكن ياخد سيدومونس لأنه أصلا جهاز التنفس الصناعي شهيقه زفير صناعي وبكون فيه أكسوجين يعني داخل على مية عشان يصير رطب فبالتالي الرطوبة هذي يعني بيئة مناسبة للسيدومونس فالرسباراتوري انفكشن اللي هو التهابات الجهاز التنفسي وقلنا في العنايات أكتر شيء اكستيرنال اير انفكشن أوتايتس إكستيرنا التهاب الأذن الخارجية آي انفكشن التهاب العين سيبتيسيميا تسمم دموي تو شفنا أنه لو واحد حط قطرة في عينه من ملوثة بياخد عدوة لو واحد حط برهم واستخدم برهم ملوث بياخد عدوة هذا الحديث عن السيدومونس ديجي أسئلة عليها اكتب نورمال اكتب نوت عن النورمال هابتات للسيدومونس عدد الباثوجينيستي تبعتها بالشكل هذا الأسئلة طيب نشوف السلمونيلا والشيقلة السلمونيلا والشيقلة هي ممرضات إذا وجدت في الأمعاء ممرضات بتحب تعيش في الأمعاء لكن إذا وجدت في الأمعاء فهي ممرضات طيب السلمونيلا بتنوجد بشكل طبيعي في أمعاء الحيوانات خصوصا البيكز اللي هي مين البيكز اللي هي اللهم صرر يا سيدنا محمد اللي هي الخنازير والأبقار والماعز والخراف والقوارض والدجاج وهذه مهمة نقطة الدجاج والدكس اللي هي مين البط ليش مهمة نقطة الدجاج هذي لأنه انت بتروح بتشتري الدجاج وبتقطعه في المطبخ بتمسكها السكينة وبتقطع الدجاج على لوحة الفارم فالسكينة تلوثت بالسلمونيلا اللي هي أصلا طبيعي في الدجاج موجودة ولوحة الفارم تلوث بعد كده بتاخد السكينة بتقطع فيها الخضار معناته انت حطيت السلمونيلا على الخضار الدجاجة راح تنغليه وتنسلق وتنطبخ فتموت منها السلمونيلا لكن الخضار مش هينطبخ فحتاكل السلمونيلا من الخضار كمان الدجاج هذا لو حطيته في التلاجة وما كان تحته صح يلقى المية تبعته فالمية تبعته اللي بتنزل منه هتغرق هتوسخ الأكل اللي تحتيها في التلاجة وتلوثه بالسلمونيلا سلمونيلا في منها أنواع في منها سلمونيلا طايفي في منها سلمونيلا بارا طايفي غالبا موجودين في الإنسان فقط مش موجودين في الحيوانات و تخرج مع براز الإنسان ومع البول تبع الشخص المصاب ممكن تنوجد في المدة طويلة المرارة إذا الواحد أكل طعام أو شرب طائع شراب ملوثين بهذه السلمونيلا بياخد العدوى أما المرض اللي بتسببه بتسبب أمراض كتيرة لكن إحنا حنحفظ واحد منهم إحناها إسهال مصحوب بمخاط ودم طيب النورمال هابتات للشكلة في الغالب لا تتوطن إلا أمعاء الإنسان لا تتوطن مع الحيوانات تنتقل عن طريق الطعام والشرب الملوثين فبسموها في الحالة هذه فيك الأورال روت من الفيسز للماث من البراز للفم إيش ودى البراز للفم؟ البراز لوث الأسطح والإيدين مسكت الأسطح هادي والإيدين الملوثة هادي راح تمسكت الطعام فالطعام تلوث فأدخل عن طريق الفم للجهاز الهضمي يعتبر ويعتقد بأن الزباب من نواقل مهمة للشكلة من البراز إلى الطعام طيب الإمراضية تبعتها الشكلة يعني لا تنتقل إلا عن طريق الابتلاع واحد أكل طعام ملوث ببراز يحمل هذه الشكلة وطبعا يعني depending on age and condition of the host عمر المريض وظروفه الصحية بتلعب دور في إحداث المرض إذا هادي الشكلة لو واحد ابتلع كمية كبيرة خلينا نقول مثلا ابتلع له كده مليار خلية طبعا كلها مايكروسكوبك كلها حتنزل المعدة كلها حتموت لو من واحدة لعشر خلايا بس فلتت لو من واحدة لعشر خلايا بس فلتت ووصلت الأمعاء ما تأثرتش بالمعدة بتعمل شكل لوزز مقارنة مثلا بالكوليرا اللي بدها يعني مليون خلية بتتفلت عشان تعمل مرض الكوليرا إيش المرض اللي هتسبب قولنا الشكل لوزز هو نفسه الديزنتري يقبل لو جاك توصل شكل لوزز وديزنتري هاي سؤال لو جاك اختيار من متعدد الشكلة بتعمل إيش من ضمن خيارات الديزنتري صحية طيب الشكل لوزز أو الديزنتري هذا عبارة عن تكسر ديستركشن تدمير للخلايا الطلاقية تاعت الجهاء تاعت الأمعاء تاعت الانتستينا الميكوزا والخلايا هذي هتكون بالدرجة الأولى موجودة في الأعور والمستقيم السيكم الأعور والمستقيم اللي هو الريكتم أخر حاجة هنشوفها الكوليرا والمسبب إلها فيبريو كوليرا وقلنا كلمة فيبريو معناها الشكل كوماشيب أو شكل حرف الواو أو شكل الضمة الكوليرا هذي تتصف بأنها بتعمل إسهال شديد شكل العينة لو قلنا لوحد روح خد لنا هاي كاسة وجم لنا عينة براز وانت معاك كوليرا بنسجل إحنا الكلر والكونسيستانسي مضبوط في أول حاجة في نتيجة البراز بنسجل الكلر والكونسيستانسي الكلر اللي هو لون العينة وقوام العينة يشبه ماء الرز فبسموها رايس ووتر كالر أند كونسيستانسي يقبأ القوام والكلر يشبه ماء الرز الإسهال هذا بيكون حاد جدا 60% من الحالات بتموت من الجفاف الشديد طيب بعد ما يتم ابتلاع الكوليرا بتنزل للأمعاء الكوليرا الآن رح ترتبط المايكروبات هذه في الخلايا الطلاقية بتاعت الأمعاء وتطلق سمومها إيش اسم السموم؟ اسمها كوليراجين كوليراجين هذا السم تبعها هذا الكوليراجين يحث الخلايا الطلاقية هذه على إخراج الأملاح برها يعني الخلية فيها إلكترلايت صوديوم بوتاسي ميكلورايد حتطلع الأملاح هذه الإلكترلايت بر الخلية طيب صارت ضغط الأسموزي بره أعلى من جويك باش حيصير للمية المية رح تطلع بره الخلية بشكل انسيابي بشكل تلقائي إذن وهذا نقطة مهمة اكتب كيف يتم خروج أو كيف يحدث الكوليراجين سيفير ديارية حتقول ليه إنه الكوليراجين هذا نجوس يحث الخلايا الطلاقية على إفراز الأملاح تعتها للخارج بعد ذلك الخلية تفقد الماء تبعها بشكل بشكل يعني انسيابي مش بشكل مش محتاج طاقة عشان يطلع وبالتالي هيصير إسهال إيش العلاج بالدرجة الأولى تعويض المريض بالأملاح بالإلكترلايتس ويعني إعطاؤه محليل المحليل والأملاح هي المفتاح للعلاج طيب واحد عنده كوليرا قلنا لو رحت عينة نزرعها إيش بدي يجيب لعينة بدي يجيب لعينة اللي هي عينة براز فيكال سبيسمن سبيسمن معناها العينة الكاملة اللي موجودة في الكاسة لما أنا باخد من العينة جزء وبفحصها على الميكروسكوب هذا اسمه سامبل وباخد من السبيسمن سامبل وباخد عينة براز وبفحصها وبكده نحن نكون خلصنا كل النقاط اللي بتتكلم على اللي جرام نيجاتيف بس اللاي والى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة